عبر الأقمار الصناعية من بيروت معي دكتور سامي نادر أستاذ في القانون والعلاقات الدولية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور سامي الأسئلة التي تصدرت العنوين اليوم بشكل عام أين سيتم اللقاء؟ ما الذي سيقوله الزعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي؟ ماذا تريد كوريا الشمالية؟ ماذا تريد الولايات المتحدة؟ أسئلة كثيرة كيف تنظر صين لما يحدث؟ كيف تنظر كوريا الجنوبية؟ كيف تقرؤ ما يحدث؟ أعتقد لا شك أن الخطوة هي خطوة مفاجأة فاجأت الجميع وربما وزير الخارجية الأمريكي يعني عبر عنها عن هذه المفاجأة بشكل صادق وشفاف حينما قال أن هذا لم نكن نتوقعه السؤال هل رضخ كيم يونغ أون للعقوبات الاقتصادية؟ ورأى أن لا مخرج ولا خيار له سوى التجاوب مع الطرح الأمريكي؟ أم هل كوريا قد حصل كوريا الشمالية حصلت على مكسب؟ ومجرد انعقاد اللقاء بين الرئيس الأمريكي وهو رئيس أقوى قوة في العالم مع الرئيس كوريا الشمالية هو في حد ذاته بالنسبة لكوريا الشمالية يكفي أن يحدث صح هذه المرة لأول مرة بستريف ولكن هذا لا يفسر وربما أيضا كيم يونغ أون يحاول أن يشتري إنجاز التعبير الموقف الأمريكي لأنه يعمل في أن الرئيس الأمريكي سوف يطرح مسائل على طاولة المفاوضات وكوريا الشمالية تسعى مثلا إلى اتفاق سلام بين الكوريتين تكون نتيجته انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية إذن هناك محفزات بالنسبة للرئيس كوريا الشمالية ولكن لابد من أخذ الأمور بكثير من الحزر لأن كوريا الشمالية صحيح أنها قالت أنها تلتزم نزع النووي ولكن لم تلتزم بالكامل نزع السلاح النووي وليس الموقف موقف كاملا نعم هناك تحول أساسي ولكن لذلك يقول تقول اليابان ويقول الرئيس الأمريكي لن نرفع العقوبات وسوف نستمر بالضغط لأن الهدف هو نزع النووي بشكل كامل طيب ما الأوراق الأخرى التي ستفرض نفسها على طاولة المفاوضات دكتور سامي يعني موضوع العلاقة بين الكوريتين غير هذا الولايات المتحدة ماذا تريد؟ الولايات المتحدة تريد أولا إبعاد خطر النووي وانتشار النووي وتريد الإبقاء على وجودها في جنوب الأطلسي وهذا الموقع هو جدا مهم هناك حماية شركاء أساسيين مثل اليابان مثل كوريا الجنوبية بالتأكيد أنها لن تنسحب بشكل سريع ولا أعتقد أن من وجهة نظرها الأمر مطروح هذه المفاجأة الأخرى التي يفاجئ بها الجميع كيم يونج أون على طاولة المفاوضات وبالتأكيد سوف يلقى دعما صينيا في هذا الاتجاه لأن بالنسبة للصين وهي لاعب أساسي خلف الكواليس أو اللاعب الأساسي الصامت ربما كانت قد تكون دفعت كيم يونج أون باتجاه هذه الخطوة وقد تكون الخطوة المقبلة هي ما أشرت إليه اتفاق سلام بمجبه يفرض انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية ولكن لا أعتقد أن واشنطن سوف تقع في هذا الفخ الديبلوماسي ولكن بالتأكيد اليوم سياسة الرئيس ترامب بالضغط بسياسة العصى والجزرة في آن واحد قد أعطت نتائجها لأن مجرد هذا الموقف من كبل كيم يونج أون هو تحول أساسي وقد يكون له تداعيات في ساحات أخرى لسيما ساحة المواجهة بين واشنطن وإيران كيف بهذا الشيخ بس قبل ما نتابع بالسؤال الذي كنتون دعونا؟ لأن موقف الرئيس الأمريكي القائل بالمواجهة وبمتابعة العقوبات وهنا يختلف تماما عن موقف الإدارة السابقة أعطى ثماره وبرهنة على أن هذا هو الخيار الناجح فمثلما نجح في كوريا أو مع كوريا الشمالية قد ينجح بإيران ومن هنا يقوي موقع الرئيس الأمريكي القائل بضرورة إعادة النظر بالاتفاق النووي المواقع مع إيران والاستمرار بسياسة العقوبات الاقتصادية لأنها وحدها هذه السياسة تجدي نفعا والبنهان اليوم على طويلته وهو التحول في موقف كوريا الشمالية ممكن أن نطلق عليه من الآن بأنه تحول دكتور سامي أو ممكن كما قلت هذا مكسب يعاد لكوريا الشمالية مجرد عقد اللقاء هذا صحيح ولكن هذا انتصار رمزي ولكن في المضمون في استراتيجيا في المصالح الجيوسياسية تكون أمريكا قد حققت مكسبا إلا إذا فوجئنا بمفاجأة أخرى وتراجع الرئيس الكوريا عن هذا الموقف لا يجب استبعاد هذا الأمر ونحن نكون اليوم أمام محاولة لشراء الوقت لأن التوصل إلى اتفاق حتى لو اجتمع الرئيسان التوصل إلى اتفاق لن يكون بأسابيع قد يتطلب وقتا ولا نعلم ماذا سوف يحدث في واشنطن هل يجدد للرئيس الأمريكي؟ هل تتغير الإدارة الأمريكية؟ وقد تكون أيضا هذه المحاولة أو هذا الهدف أو هذه الخطة من قبل الكوريا الشمالية بمحاملة كسب الوقت لماذا؟ لأن الخيارات لم تعد كثير لديها وذلك مع تفاقم العقوبات الاقتصادية وفق ما لدى الكوريا الجنوبية حتى الآن بأنه مستعدة كوريا الشمالية لدراسة موضوع التخلي عن ترسانتها النووية بحال تأمين ضمانات فيما يتعلق بحماية أمن نظامها تأمين ضمانات من قبل واشنطن ماذا يعني؟ أي ضمانات يمكن لترامب اليوم أن يقدمها؟ التخلي عن محاولة قلب النظام وهنا لابد من الإشارة أن تفاقم العقوبات الاقتصادية كان بدأ يعني يهدد باستمرار حكم كيم يونغ أون الذي هو قائم على وهذا بالتأكيد كان دافعا أساسيا لبل كان الدافع الأول لهذا التحول في الموقف وهنا لابد من الإشارة أنه حسب كوريا الجنوبية حتى يعني الكوريا الشمالية لم توافق فقط على نزع النووي ولم توافق فقط على عقد الاجتماع مع الرئيس الأمريكي إنما قبلت بالتجارب المنورات المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا في الوقت الراهن إذن هناك تنازلات كبيرة فاجأة بها كيم يونغ أون العالم بأسره ولكن من دون شك همه الأول المحافظة على نظامه رفع العقوبات الاقتصادية توصل إلى اتفاق سلام مع كوريا الجنوبية وبالنهاية انسحاب القوات الأمريكية من حديقته الخلفية أنا أشكرك جزيلا دكتور سامي نادر أستاذ في القانون والعلاقات الدولية كنت معي بيروت شكرا دكتور سامي موسيقى